أصدر وزير التجارة والصناع أحمد سمير ووزير الزراعة والتصلاح الأراضي السيدة القصير قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطنة الظهر لموسم 2022-2023 ونص القرار على أن يكون تداول أقطان الاكثار وغيرها من الأقطان في كافة المحافظات لموسم 22-23 وفقاً لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022-2023 ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ إلى جانب اعتماد أسل استحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول الشركات التجارية المسجلة بالمزادات